بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وشارككم خياتي إن شاء الله تكونوا بخير على خير في البداية نرحب كل مشتركة جديدة انضمت لينا ونقولها مرحبا بك خيتي إن شاء الله تعجبكم المحتوى على القناة التاعي ودعموني بالاشتراك وما تنسوا تديروا لي الجام وتضغطي على الجارس اليوم إن شاء الله عنا وصفة البغرير وصفة تقليدية ما هو لاب الميكسر ما فيه فارينة ما فيه بيض عنا إحنا النساء ريفيات البغرير تعنا نديروا بالدقيق القمح هذا عنا دقيق القمح هنايا ونديروا مغرف خمارة ومغرف سكر ومغرف خمارة ومغرف سكر الملح خيتي ما ديريش في البداية هنا يراني اللون في العجينة التاعي والليمها كامل كما كتشوفي تليمي كامل عجينة تاعك ماشي تجري هي قامل بداية ومبعد هنا يا بعد ما ليمت العجينة ندركها شوية برقماشي دليك كما كما تعلم نسمي لا لا يشوية عبر ما يتلاقي ملع جين وذلك الدقيق التاعنا شوية ما يبقى شكا كحرش هنا يدرك توغي شوية ونبقى نزيد الماء كما كتشوفين زيدوا في الماء بالعقل 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 حتى نتحصروا على القوام اللي نحوسوا عليه هنا يحنا الحد الآن مازال ما درتش الملح هنا يحنا نساء ريفيات هذا البغرير تعنا ما نستعملوش الميكسر فيه تبقى هاكا بيدك تمحي هاكا دقيق كشوية ما يجيش ما يقود شكا كا على شكل حوبيبات تبقى بيدك هاكا تخلطي فيه وتزيد الماء بالعقل بالعقل حتى تحصل على القوام اللي كتحوسي عليه نحن ننطيبوه في الطاجين تاع الطين ما زلنا كما بكري طاجين تاع الطين وديري هذي الطريقة هاكا بيدك كما كتشوفي حتى يجيز قل خارطة تاعك غيب العقل بالعقل وهنا في هذي المرحلة باش نزيدو الملح هاكا تشوفي فيه هنا درت الملح هاكا تخلطيه ومن بعد نحن نصفوه نصفوه على جال بما يجيش فيها شغل العجين متكتل نصفوه كامل هاكا ونغطوه وخالوه يخمر ما تقوّلوش الخمارة باش ما يجيكش معجن نقصي الخمارة قدلت طقي باش بهجيك الحبات البغري اليابسة ماشي يجيك معجنة هاكا تصفينا على العجين تاعنا وغطيناه وخليناه يخمر نصفوه ومن بعد أن نشعر العجين تاعنا كتشوفي فيه هنا يغانا خمار تخلطي فيه تخلطي فيه مليح بيت جانس الخليطة خمرة كيميائية وتخلطيها وفي نفس الوقت يسخن الطاجين يجب أن يسخن مليح. خلطي هذه الخامرة خامرة هنا تشوي فيه عندما قوينا له الخمرة وخمر هذه الخمرة هي التي يجب فيها هذه الثقاب خمرة هي تساعده. هنا يجاني القوام ثقيل شوية كتشوف القوام بليجاك ثقيل زيدي شوية مدافع ما زيديه بارد زيدي شوية مدافع وخلطي خلطي مليح وهنا الطاجين تعنا لا يسخن كتشوفي في البغرة تعنا شوفيك يتخرج وجيش باب عفوا خياتي هنا يدري حوالي كابشة ولا كابشة ونصفتي والحبة التعكيلة بغيتها كبيرة ولا صغيرة الطاجين تعي تطاين باش ما يلصق ليش نديرو شوية ملح ومبعد المسحبك التانا نقيد تبقى يتعاودي في ذي المرحلة حتى يسخل لك الطاجين مليح ومبعد خلاص مع التليمه وليش يلصق لك هنا يراك تشوفي فيه جا شباب جانه هاي البغرير تعنا من قرمش هاك تشوفي مارسكش كامل تخلي حتيح مارقة من جهة تحتانية وتقدميه بالعسل ولا بها بغيتي بكري كنا نديرو غي السكر ندهنه بالدهان ونديرو السكر وذوكرا ما يديرو له العسل ان شاء الله يعجبكم بخياتي لفيديو ان شاء الله يعجبكم بخياتي لديو السكر نديرو الغيسل ان شاء الله يعجبكم بخياتي لديو السكر نديرو الغيسل موش معجن كلاوه كامل وليدت بصحتكم خياتي ان شاء الله يعجبكم هذي الفيديو ان شاء الله يعجبكم هذي الفيديو هنا نريكم حبة كيفاش جا داير شوفيش عجاش باب وإلى الملتقى ان شاء الله مع فيديو آخر ومالسلامة موسيقى اشتركوا في القناة